موسيقى السلام عليكم يا أختي وعليكم السلام المعاطف موجودة بالله مين إلا؟ ليلى رضا من طرف أبو سليمان انتظرني شوي موسيقى تفضلوا يالله يالله تفضلي إختي تفضلي يالله يالله السلام عليكم فوتي إختي فوتي عليكم السلام هات لأشوف من وين بتعرفو الأبو سليمان بل الزغراء؟ بصراحة أنا شخصيا ما بعرفو بس في جماعة بيقربونا بيعرفو كتير منيح ولما حكولوا قصتنا قال لهم ما لكم غير معاطف أيوة وشو قصتكم بقى؟ آخ يا خالتي آخ الوالدة تعبانة كتير وكل كم يوم عنده جلسة غسيل كلا وعم تنهدهد بعد كل جلسة اسألي يا فكرنا نعمل له زراعة كلية طلع ما في ولا حدا من العيلي عنده نفس زمرة دمة قلنا لحالنا منشتري له ولا تاري الموضوع أكبر من قدرتنا بكتير ولما قرابتنا حكوا لأبو سليمان عن قصتنا اقترح عليهم أنه نجوز إخواتي لبره عن طريقك ومنه منجيب قرشين حلوين من وراهم إيش هم فكرني خطابي أنا عيني؟ يلا أمو أمو تسر وشغلكم مو عندي بس يا خالتي أمو متسر خد اختك ومشي بقى بس يا خالتي معلاش حميروا حالكم ومشوا قلت لك شغلك مو عندي وانتي شبكي مشان الله يا خالتي بس إيدك مشان الله إذا بتقدري تساعدينها ساعدينها والله أنا بعمل أي شيء ولا أشوف أمين بهالمنظر الله يخلي لك ولادك مشان الله سلمي على الماما حبيبتي وقلي لما عفاية معلاء البشر يا قومي إختي قومي شكرنا أجينا عند الشخص الغلط استنى 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 أرجيني؟ والله تاريكي حلوة يا ضربانة فوتوا عدوا يجعتوا لي قلبي فوتوا لنشوشو بنا نعميكي فوتي أختي فوتي ما قلت لي أختك متجوزة لما متطلقة أختي بحياتها ما عرفت رجال ولسه في أختي الصغيرة الثانية عمره 14 سنة فلقت أمر طيب بتحبوا العريس يكون محلي عربي لمعه ربي شنه كل شي له سعره شون يعني ما فهمت عليكي؟ يعني بتحبوا العريس يكون من أشقاءنا العرب لما من أصدقائنا الأوربيين والله ما بعرف أنت شو رأيك؟ أنا برأي من عند أشقاءنا العرب بيتفعوا أكتب إيه خير إن شاء الله شو اسمك أنت يا حبابة؟ اسمي رمزية وين حابت سافري يا رمزية؟ والله يا خالتي أنا ما بتفرق معي أبدا المهم إمي تتعالش مرضية حبيبة قلبي معك صور إلا ولأختها؟ إيه لكن خالتي طبعا تفضلي تفضلي ما شاء الله على فالجماعك معهم بسبوع؟ قدمتلي عليه إن شاء الله كم يوم بيكون جاهز معنات بتغيبوني أسبوع زمان وبتجون عندي بس خالتي الله يخليك عندي هيك طلب صغير بدنا يا يكون ابن حلال وآدمي حبيب ألبي ابن الحلال والآدمي ما بيجي بيتجوز من عندي خير إن شاء الله يلا تهونوا معناتها اللي قالها بعد أسبوع إن شاء الله أسبوع من نكون عندك شرفي إختي كتر خيرك يا خالتي الله يجزيك الخير تكرم عيني السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا اشتركوا في القناة